اشتركوا في القناة وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِ وَكُلِّ صَالِحِ الْرَفِيقِ الْرَحِيمِ وَبَعْدْ We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask him to raise the rank of our master Muhammad, the final and the choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الرابع بعد المئة من سلسلة السير للخير بعنوان الرحمة والتراحم This is the 104th lesson of the series Marching for the Good titled Granting and Exchanging Mercy فقد قال الله جل وعز وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ فهذا هذه الآية في سورة الأعراف معناها أن رحمة الله أي المنفعة من الله وسعت في الدنيا كل مسلم وكافر الله يرحم الكافر والمؤمن في هذه الدنيا لكن في الآخرة سيكتبها الله للذين يتقون أي يخصها لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر فالله تعالى يختص من شاء برحمته فضلا منه وينتقم ممن يشاء بعذابه عدلا منه الله سبحانه وتعالى revealed الأعراف 156-157 that mean and my mercy encompasses all things so I will decree it especially for those who fear me and give zakah and those who believe in our verses those who follow the messenger the unlettered prophet unlettered prophet means the prophet who does not does neither read nor write prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام of course we don't say ignorant no unlettered meaning he did not learn to read or to write so he did not read or write عليه الصلاة والسلام this is that is the meaning of this ayah the mercy of Allah the benefit from Allah includes every Muslim and this believer in this world so the mercy of Allah is extended in this life to both the believers and non-believers but in the hereafter Allah will write it down for those who fear him that is he subhanah will specify it to those who avoided shirk avoided associating partners with Allah and avoided the remaining types of blasphemy so those who avoided all types of blasphemy will have the mercy of Allah extended to them God specifies with his mercy whomever he wills out of his grace out of his generosity benevolence and punishes with his torture whomever he wills out of his justice ورحمة الله وسعت في هذه الدنيا كل الخلق يعني حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها الله خلق الرحمة في خلقه كذلك فهم يتراحمون حتى البهائم التي ليس لها عقل لكن لها فيها حياة لها رحمة وضعها الله فيها وعطف على ولدها روى الإمام البخاري رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق يعني يرحم بعضهم بعضا حتى ترفع الفرس أنثى الخيل أنثى الحصان حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه قال أبو محمد ابن أبي جمرة العالم المالكي المتوفى سنة تسعة وتسعين وستمائة للهجرة وهذا معروف عنده مختصر لصحيح البخاري سمى مختصر ابن أبي جمرة انتقى نحو ثلاثمائة حديث من أحاديث صحيح البخاري جمع النهاية فإذن قال رحمه الله خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعين المخاطبون حركته مع ولده المخاطبون هنا يعني الذين خاطبهم رسول الله بهذا الحديث فهؤلاء العرب مثلا هؤلاء يعرفون الخيل جيدا فمن الحيوانات المألوفة الفرس هي أشد الحيوانات التي يراقب العرب المخاطبون هؤلاء يراقبون حركة هذا الحيوان هذه البهيمة الفرس مع مع الولد ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل معروف ومع ذلك مع أن الفرس خفيف وسريع وسريع مع ذلك تتجنب فإذا تتجنب هذه الفرس أن يصل الضرر منها إلى ولدها فهي تخشى أن يقع حافرها على ولدها فيتضرر ولدها فعندها هذا من رحمتها بولدها من عطفها عليه وهذا مما خلاقه وَهَادَا مِمَّا وَخَلَقَهُ اللَّهُ فِيهَا The mercy of God includes in this world all creation even that the beast has mercy even the beast has a mercy and compassion sympathy for its child Abu Hurairah may Allah accept his deeds said I heard the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم say Allah has made mercy 100 parts he retained 99 parts with him and sent down one part upon the earth so the mercy of Allah here means the trace of the mercy of Allah the effect of the mercy of Allah not the attribute of Allah is divided among the creation no from that part that one part that Allah sent down to earth the creation exchange reciprocate mercy they display exercise mercy towards each other so the creation exchange mercy to the extent that the mare the female horse lifts up its hoof from its child for fearing of hitting it al-Bukhari narrated this hadith Abu Muhammad ibn Abi Jamrah the famous Maliki scholar who died in the year 699 Hijri the one who summarized Sahih al-Bukhari by you know choosing about 300 hadith from Sahih al-Bukhari he said the mare the female horse was singled out with mention in this hadith because it is the most domestic animal whose movement with its child is seen by the addressees so the prophet was addressing some people so these are the companions the Arabs so those whom the prophet is addressing with this hadith are called the addressees okay so those addressees they know well the horses so they also are familiar with what the the mare would do with his child so it's not something they have to imagine they you know they experience it in their life so so it was mentioned specifically the mare for that reason and because of the mare's lightness and speed in movement it's frisky you know it moves fast and lightly yet it this mare avoids imparting harm on its child the mare just is worried if it lift you know if it put its hoof on its child it would hurt it so it lifts it off its child so Allah created the mercy in the in the in this mare as well as other creations of his وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على الرحمة ورغب فيها فقال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحيم ارحموا أهل الأرض يرحمكم أو يرحمكم أهل السماء رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم بشواهده أي الراحمون لمن في الأرض ارحموا أهل الأرض الراحمون لمن في الأرض من آدمي وحيوان يعني بهيم لم يؤمر بقتله يعني الشرع ما أمر بقتل هذا الحيوان فالرحمة لهذا الحيوان كما والرحمة للآدمي بالشفقة عليهم والإحسان إليهم يرحمهم الله فأهلاء الراحمون لمن في الأرض يرحمهم الله أن يحسن إليهم ويتفضل عليهم وهذه الرواية أوردها الحافظ العراقي في أماليه بإسناد حسن وسيأتي أن أهل السماء أهل السماء المقصود سكان السماء المقصود سكان السماء من الملائكة من الملائكة الكرام ورحمة الملائكة بأهل الأرض بأن يستغفروا لهم وأن يدعوا لهم وطبعا قال أحد العلماء تفسيره يعني أهل السماء بأنه الله هذا بعيد لأنه لا يقبل The Prophet عليه الصلاة والسلام The Messenger of Allah urged displaying mercy exercising mercy displaying mercy and aroused the interest in it He encouraged us to do that towards others He said عليه الصلاة the merciful the merciful means the merciful ones the merciful people so the merciful are granted mercy by الرحيم have mercy on the inhabitants so I urge you to have mercy on the inhabitants of the earth so have mercy on the inhabitants of the earth what is the result have mercy on the inhabitants of the earth the inhabitants of the heaven will have mercy on you narrated by Imam Ahmad and Al-Hakim who judged it as a sahih hadith so exercise mercy towards the inhabitants of the earth so it means that those who show mercy to those on earth those who exercise mercy towards those who on earth living on earth including human beings and animals that are not to be killed so there are animals religiously we are not ordered to kill including humans and animals that are not to be killed by how do you display mercy towards them by having pity compassion for them and treating them nicely if you do that so God will have mercy on you that is treat them nicely and favorably that Allah will treat those merciful people nicely and favorably this narration was reported by حافظ العراقي in his amali with a حسن chain of narration الامالي قلنا رواه بامالي في اماليه بإسناد حسن الامالي هو جمع املاء وهو ان يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس يعني الدفاتر والاقلام فيتكلم العالم بما فتح الله عليه من العلم ويكتب التلامذة ما قال ما املاه عليهم فيصير هذا كتابا فيسمى الاملاء والجمع الامالي فهذه عادة حسن كان السلف من المحدثين والعلماء يقيمون هذه المجالس لإملاء ما حفظوه ولتبياني الغريب أو تتشرح الغير الواضح في الأحاديث ونحو ذلك حديث فهذا ما حفظوه ما حفظوه The students write down what they heard and then it turns all of these sessions what was the recordings of these sessions means the writing down of these sessions will turn into a book and they call it Amali So this the Muhaddith the Salaf scholars of Hadith used to do it regularly and there are a lot of benefits that come from this you know it shows the value of the Hadith of the knowledge and he explains certain words that may not be clear to people and so on there are other benefits from such sessions وَهَادَا الْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أيضًا بِلَفْضِ الْرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانِ اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أو يَرْحَمُكُمْ بِالْضَّمَّ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَإِذًا الْرِوَاهَةُ السَّابِقَةِ يَرْحَمُهُمُ الرَّحِيمِ يَرْحَمُ أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ أَمَّا هُنَا الْرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانِ يَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْ كُمَّنْ فِي السَّمَاءِ This hadith was also narrated by At-Tirmidhi with the wording The merciful are granted mercy by Ar-Rahman. Have mercy on whoever are on earth. Whoever are in the heaven will have mercy on you. So instead of saying by Ar-Rahman, it was said by Ar-Rahim. Instead of saying whoever are on earth or in the heaven, it was said the residence of earth and the residence or the inhabitants of the heaven. وهذا الحديث يسمى المسلسل بالأولية وهو حديث درج المحدثون إن اعتاد وفعل درج المحدثون على الافتتاح به في سماعهم وإسماعهم لما فيه من تسلسل الأولية فهذا الحديث متسلسل بصفة معينة هذه الصفة هي الصفة الأولية في هذا الحديث ومعنى مسلسل بالأولية أن يقول الراوي حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه وهكذا إلى آخر الحديث كل يقول حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه إذن هذا الأولية مذكورة في الرواية في السنة This hadith is called the sequential in firstness hadith It is the hadith that the scholars of hadith يعني of the science of hadith used to start with in their hearing and dictating hadith because it has the sequence in firstness So this is a hadith, متسلسل So there is a sequence in it and there is a sequence about some quality and in this case it's the firstness, being first So the meaning of sequential in firstness about this hadith is that the narrator says So and so told us and it is the first hadith I heard from him So and so told us and it is the first hadith I heard from him and so on So you could see the word first that this is the first hadith I heard from my sheikh for example is repeated it's said by every narrator in the chain of narration So it's called a sequential in firstness напис سمعت يعني أنا سمعت أنا علي الغزاوي الشيخ سميرني القاضية حفظه الله سمعت أنا علي الغزاوي الشيخ سميرني القاضية حفظه الله يقول حدثنا شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الهراري حفظه الله تعالى وطبعا الشيخ سمير قال حفظه الله تعالى لأنه هذا قبل وفاة شيخنا الهرري رحمه الله قال قراءة عليه في ربيع الآخر سنة تسعة عشرة وأربعمائة وألف في طرابل سشام فإذا نحو سنة ألف وتسعمائة وتمانية وتسعين رومية وقال في طرابلس الشام حتى يميزها عن طرابلس التي هي في إفريقيا التي هي في ليبيا وهو أول حديث سمعته منه يعني أول حديث سمعه الشيخ سمير القاضي من شيخنا الهرري بإسناد الشيخ قال قلت له حدثكم شيخكم محمد سراج الجبرتي مسلسلا بالأولية يعني هذا كان أول حديث سمعه الشيخ عبد الله من شيخه الشيخ محمد سراج الجبرتي بإسناده طبعا عن محمد حبيب الله الشنقيطي عن عبد المجيد الشرنوبي عن حسن القويسني عن الأمير الكبير بإسناده فالشيخ سمير قال هذا للشيخ عبد الله أنتم سمعتم هذا الحديث إلى آخره فأقر به يعني الشيخ عبد الله وأجازني به أجاز الشيخ سمير بهذا الحديث I, Ali Ghazawi, the one who is speaking to you, heard شيخ سمير القاضي, may God protect him, say our شيخ عبد الله بن محمد الحراري, may God protect him, and of course الشيخ سمير said that before the death of our شيخ عبد الله by reading to him in Rabi'un al-Akhir, the month of Rabi'un al-Akhir, in the year 1419 Hijri, which is about the year 1988 in the Gregorian calendar, 1998. in Tripoli of Ash-Sham, so as شيخ سمير said in Tripoli of Ash-Sham, to distinguish it from Tripoli of Africa, Tripoli of Libya, it is, it means the Tripoli in Lebanon, north Beirut, it is the first hadith I heard from him. الشيخ سمير is saying that, that he is the first hadith that he heard from الشيخ with the Isnaad, the total Isnaad of the hadith. I said to him, الشيخ سمير said to شيخ عبد الله, your شيخ محمد سراج الجبرتي told you a sequential in first, in firstness hadith from محمد حبيب الله الشنقيطي, from عبد المجيد الشرنوبي, from حسن القويسني, from الأمير الكبير, with his chain of narration. So, الشيخ سمير said, I told all of that to الشيخ عبد الله, الشيخ عبد الله acknowledged it, acknowledged that he did, and licensed me with it, and licensed شيخ سمير to re-narrate this hadith. ويروي محمد الأمير الكبير أو محمد الأمير الكبير, مسلسلا بالأولية. يعني هذا كان أول حديث سمعه الشيخ عبد الله من شيخه بإسناده. فمحمد الأمير الكبير كذلك رواه عن مشايخ كثيرين منهم الشيخ شهاب الدين الجوهري عن شيخه عبد الله بن سالي من البصري المكي. قال حدثنا محمد بن سليمان المغربي الروداني. قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن إبراهيم الجزائري. قال حدثنا مفتي تلمسان أبو عثمان المقري. قال حدثنا إبراهيم التازي. قال حدثنا أبو الفتح المراغي. قال حدثنا الحافظ عبد الرحيم العراقي الأثري. قال حدثنا أبو الفتح الميدومي. قال حدثني عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني. قال حدثني الحافظ أبو الفرج بن الجوزي. قال حدثني إسماعيل النيسابوري. قال حدثني والدي أبو صالح المؤذن. قال حدثني محمد بن محمش الزيادي النيسابوري. قال حدثني أبو حامد البزار. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر النيسابوري العبدي. قال حدثني سفيان بن عيينة الإمام العلم الحجة. فإذن كل هؤلاء قبل سفيان. كل واحد منهم كان يقول حدثني. وهو أول حديث سمعته منه. إلا عند سليمى عند سفيان رحمه الله. ينقطع التسلسل بالأولية. فسيدنا سفيان يقول. قال سفيان حدثني عمر بن دينار. ولم يقول هذا أول حديث سمعته منه. قال سفيان حدثني عمر بن دينار. قال حدثني أبو قابوس مولى عبد الله بن عمر بن العاص. قال حدثني مولاي عبد الله بن عمر بن العاص. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراحمون يرحمهم الرحمن. إرحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. فإذن هذا الحديث نفسه متسلسل بالأولية. أحببت أن أضحفكم به بسناده كما سمعته من شيخنا الشيخ سمير القاضي حفظه الله. محمد الأمير الكبير narrates a sequential and firstness حديث about many شيخs. Some of whom are شيخ شهاب الدين الجوهري from his شيخ عبد الله بن سالم البصري المكي. He said محمد بن سليمان المغربي الروداني told us. He said أبو عثمان سعيد بن إبراهيم الجزائري told us. He said the Mufthee of Tilimsan abu عثمان المقري told us. He said إبراهيم التازي told us. He said أبو الفتح المراغي told us. He said حافظ أبو عبد الرحيم العراقي الأثاري told us. He said أبو الفتح الميدومي told us. He said عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني told me. He said حافظ أبو الفرج بن الجوزي told me. He said إسماعيل النيسابوري told me. He said my father أبو صالح المؤدن told me. He said محمد بن محمش الزيادي النيسابوري told me. He said أبو حامد البزار told me. He said عبد الرحمن بن بشر النيسابوري العبدي told me. He said سفيان بن عيينة the eminent authority imam told me. and then سفيان said عمر بن دينار told me. So up to سفيان every narrator, every man mentioned in this narration would say and this is the first hadith I heard from my shaykh. Every one of them says that. So that's the sequential in firstness. but this sequence in or sequential in sequence in firstness stops and terminates at سفيان. Because سفيان does not say that. He says سفيان said عمر بن دينار told me without saying this was the first hadith I heard from my shaykh. He said Abu Qabus the freed slave of Abdullah ibn Amr ibn al-As told me. He said my master Abdullah ibn Amr ibn al-As told me. He said the messenger of Allah may Allah's peace and blessing be upon him. said the merciful are granted mercy by Ar-Rahman. Have mercy on whoever are on earth. Whoever are in the heaven will have mercy on you. So I just wanted to give you the blessing of knowing the chain of narration for this hadith. As I heard it I was blessed hearing it from my shaykh, al-Shaykh Samir al-Qadi. So this shaykh Samir, I heard it from shaykh Samir in January 2000. And he heard it from al-Shaykh in 1998. So he, I was blessed of hearing it two years after he heard it. ومعنى هذا الحديث مفسر بالرواية السابقة لهذا الحديث ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء قال الحافظ العراقي في ألفيته وخير ما فسرته بالوارد هذه في قصيدته الألفية فخير ما يفسر به الحديث الوارد بالوارد يعني الحديث يفسر بحديث آخر أو بآية والآية تفسر بالآية أو بحديث فإذا خير ما فسرت الوارد بالوارد The meaning of this hadith is explained by the previous narration of this hadith Have mercy on the inhabitants of the earth The inhabitants of the heaven will have mercy on you حافظ العراقي said in his amali The best of what you interpret is with the quoted So the best way to interpret a quoted hadith is by another quoted hadith So you have a hadith The best way to explain it is to quote another hadith that will clarify its meaning Same thing with آية The آية would be best explained by mentioning another آية or a hadith So the quoted text would be best interpreted explained by another quoted text religious text ثم المراد بأهل السماء الملائكة ذكر ذلك الحافظ العراقي في أماليه عقيب هذا الحديث ونص عبارته واستدل بقوله أهل السماء يعني بقول الرسول أهل السماء على أن المراد بقوله تعالى في الآية أأمنتم من في السماء الملائكة هذه الآية في سورة التبارك أو الملك قال من في السماء المقصود به الملائكة هذا قول الإمام العراقي الحافظ العراقي رحمه الله لأنه انتهى قوله الآن لأنه لا يقال لله أهل السماء لا ينسجم هذا الأمر لا يقال الله أهل السماء أما الملائكة يقال لهم هم أهل السماء ساكنوا السماء فالله منزه عن التحيز في الجهات لا يسكن جهة تحت ولا فوق ولا جهة أمام ولا خلف ولا جهة يمين ولا شمال بل هو سبحانه موجود بلا مكان then the inhabitants of the heaven are the angels Hafid al-Iraqi mentioned this in his amali following this hadith his exact statement is his means the prophets saying the inhabitants of the heaven in the hadith indicates that what is meant by the verse in surat al-mulk verse 16 that means do you feel secure that whoever are in the heaven are the angels so by saying whoever are in the heaven is the same as saying the inhabitants of the heaven and who are they they are the angels so that's his statement now why because we are explaining because god is not referred to by the inhabitants of the heaven we don't we Muslims do not say Allah the inhabitants of the heaven we don't say that we don't refer to him by such a statement we refer to the angels by saying those angels the inhabitants of the heaven yes god is free of specialization of occupying space in directions he does not reside in the direction below or above ahead or behind and right or left rather he exists without a place ومن المذكورة في الحديث من في السماء من في الأرض ومن تصلح للمفرد وللجمع وللجمع يعني في اللغة العربية يعني في اللغة العربية يجوز أن نستعمل من لتدل على المفرد ولتدل على الجمع مثلا في الآيات ومنهم من يستمع إليك هذا للمفرد ومنهم من يستمعون إليك هذا للجمع فإذا تستعمل للمفرد فإذا فلا حجة للمجسمة في الآية يعني بأن يقوله أن الله هو الذي في السماء والعياذ بالله لا حجة لهم في هذه الآية ويقال مثل ذلك يقال مثل هذا في الآية التي تليها وهي أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فهذا هذه الآية التي تلي السابقة أمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء فهتان الآيتان فيهما لفظ من فمن في هذه الآية أيضا أهل السماء فإن الله يسلط على الكفار الملائكة إذا أراد أن يحل عليهم عقوبته في الدنيا كما أنهم في الآخرة هؤلاء الملائكة هم الموكلون هم الموكلون بتسليط العقوبة على الكفار لأنهم خزنة جهنم وهم هؤلاء الملائكة يجرون عنقا جزءا قسما قطعة وهم يجرون عنقا من جهنم إلى الموقف ليرتاع الكفار برؤيته وتكلمنا عن هذا قبل so the word من that is mentioned in the hadith من في السماء or mentioned in the ayah in surah tabarak من في السماء so which means whoever works for the singular and plural so in Arabic it refers to a singular thing and it goes also to plural things hence many things hence there is no evidence for the anthropomorphists in the verse الملك 16 because they claim that it refers to Allah being in the heaven so we say that they have no no evidence no basis for their false claim similarly is said about the following verse الملك 17 الملك 17 that means or do you feel secure that whoever are in the heaven would not send against you a storm of stones so man which means whoever in this verse as well as in the previous verse as well as in the hadith so whoever in this verse is also the inhabitants of the heaven so whoever in Arabic could refer to a single thing or to a group of things like in an ayah in surah al-an'am وَمِنْهُمَّنْ يَسْتَمِعُوا إِلَيْكُ and among them there is who listens to you and then another ayah which says وَمِنْهُمَّ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ and among them are those who listen to you so there is and there are so man this man refers to singular and plural so in this hadith and ayah it refers to the angels so to the plural Allah gives the angels power over blasphemers if he will to punish them in this life as the angels are because the angels are in charge of punishing the blasphemers in the hereafter because they are the keepers of hell and they drag means a group of angels not all the angels are you know keepers of hell there are keepers of paradise and there are other angels who carry al-arsh and there are angels with different tasks so we're talking about about a group of angels so those who punish the blasphemers in their life and then there are keepers of hell who are also in charge of torturing the blasphemers so because they are the keepers of hell and they drag a section of hell to the assembly land to terrify to terrify the blasphemers upon seeing it we mentioned this in earlier class that the angels will come with a piece of hell the people in the assembly land will see this the kuffar will be terrified for seeing that thousands of angels you know dragging this big piece of hellfire وَلْعِيَادُ بِاللَّهِ إن شاء الله في الدرس القادم نكمل في تبياني أنّا من في السماء أو أهل السماء هم الملائكة وليس الله تعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا إن شاء الله in our next lesson we will continue in showing that the term whoever is in the heaven or whoever are in the heaven or the residents or inhabitants of heaven refer to the angels and do not refer to الله may Allah and Allah is above supremely above what the blasphemers attribute to him unjustly رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرٌ رَاحِمِينَ O our Lord we believed so forgive us and our fellows and have mercy upon us you are the best of the merciful والله جَلَّ وَعَزَّ أَعْلَمْ the sublime and glorious Allah knows best لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر